السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا من النهاردة حبيبي مهل بيت البرتقان الجميلة بالجزر بس طبعا انا هعمل هحط عليها نسبة جزر بسيطة لان انا بحب طعم البرتقان يبقى غالب يفضل انها تتعمل ببرتقان بلدي يا جماعة عشان بتبقى ميته كتير وبيبقى كوة في فايدة كبيرة اكتر من اي نوع برتقان تاني بس لو ما فيش عادي بنعملها باي نوع برتقان بصرة باي نوع لكن بالبلدي افضل يا جماعة لان فيديته كبيرة اعملوها هي مفيدة جدا للكبار وصغيرين طبعا فيتامين سيبة او حاجات بترفع المناعة طيب حنشوف الخطوات بمنتهى السهولة بسم الله انا عملتها باثنين كيلو برتقان واربع جزرات بس اللي حطتهم عليها لاني بحب طعم طبعا البرتقان يبقى غالب واحدة فروتي ونشأ وكباية من السكر قد مج الشاي دي كل اللي انا عايزايا فيه ناس بتحط صنص برتقان ممكن ريحة برتقان بس انا ما حطتش حاجة لان احنا طبعا عملتها وكلناها على طول عصرت البرتقان وصفيته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وهبدأ اسلق الجزر اربع جزرات هخرطهم كده تخريط رفيع وفي كباية مية كبيرة وهحطهم كده على البتجاز يتسلق وبعد كده لما يبردوا هفرمهم فرم ناعم بالمية اللي عليهم يعني بالمية دي هفرمهم في الخلاط فرم ناعم زي الحرير يا جماعة جربوا يا حبيبي مش هتندموا كانت اكتر من رائعة كانت حلوة قوي يا انتوا عارفين طبعا كباية العصير البرتقان فيها فايدة انا عملت معكم قبل كده البرتقان بالجزر عصير وكان روعا يا جماعة هو متوفر اليومندول في الشتاء انا في حلة كده وانزلت برضو بالمفروم الجزر واللي انا فرماه والعصير البرتقان طيب يا حبيبي ده مج من المية قد مج الشاي او كبايتين مية لكل كباية واحدة نشا عايروا بقى للعصير بتاع الجزر والبرتقان شوفوا كم مج وكل مج عليه معلقة كبيرة من النشا خدوا بالكو يا جماعة هضيف السكر دي عبارة عن كبات سكر ودول كبايتين مية وطبعا عشان اقلب فيهم كمية النشا لانها وقتها كمية نشا كبيرة كل مج عليه معلقة من النشا مج جزر على برتقان معلقة كبيرة من النشا وهقلب المكونات الحلوة دي كلها في بعض وهرفعها على النار جربوها يا حبيبي مش هتندموا ابدا كانت حلوة حلاوة يا جماعة وكانت مززة علشان البرتقان البلدي ولو مش فيه برتقان بلدي عادي عملوها ببرتقان بصر حرفعها بعد كده على النار بعد ما أقلب كل المكونات الحلوة دي لو حابين بقى تحطوا سنة فانيليا عادي بس يعني لو حابين كمان تحطوا صنص برتقان او فروتي او ريحة نكية البرتقان عادي بس انا علشان عملتها البيتي وهنا كلها يعني بعد ما تبرد على طول عادي فما حطتش حاجات مندي ولا اي لون صنوعي ولا كده طيب شايفين عاملة زال حرير يا جماعة شاقدت اللون الجميل ده وبدأت تربط معايا بدأت تتماسك انا مش عايزاها ادخن من كده لانها بعد ما تبرد وتتعطف التلاجة هتبقى سميكة عن كده كمان فهو ده القوام المطلوب يا جماعة ما اتخانوهاش عن كده بسم الله وإيدي فيها بالتقليب على طول يا جماعة لانها زي زي اي نوع مهلبية القعب يلزق بص يا جماعة كانت ريتها جميلة جدا 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 وحلوة ومغزية خاصة لو عندكم اطفال وللكبار كمان عجبت الكل يا جماعة طب حبيبي انا عبتها في بولات لو حابين بقى تحطوا شوية جزت الهند ازبيب اي نوع مكسرت بس انا ما حطتش اي حاجة عليها نهائي لانا بص يا جماعة كانت خطيرة كده وطعمها حلوة قوي وطعم البرتقان كان غالب عليها وانا حبيبي كده خلصت الفيديو ولو عجبكو الفيديو ادعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة